طيب مين اللي شافك بقى في اله وانت بتلعب كرة شراب في الشارع وقالك ان شاكر عفتاح الولد الصغير ده كان انت قلت لي 11 سنة او 10 سنين مين اللي شافك وقالك ده لازم يروح يلعب في الترسانة او لازم يروح يلعب في اي نادي كبير لا هو محدش شافني انا بحكم ان الوالد في الفترة دي انتو قبن عن جدا وحتى الاحفاد طبعا كان هو بالمسمى بتاع الايام ديت يعتبر المدير التنفيذي كان للنادي فانا كنت معتاد ان انا بروح معاه وكنت بروح معه حاج محول عفتاح اه معاه النادي ومع اخوي الاكبر صلاح عفتاح وكان لعيب في النادي في الفترة الاول طبعا معروف فكنت بروح وبالتالي كنت مسلا ممكن العب بالكرة الوحدي في النادي شوية وكده لحد اما ايه مين اللي شابك وقالك تعالى هتلعب في رجل جي اه كان عملوا مركز التدريب او مراكز التدريب كانت في مصر كلها اه كان المشروع ده كان عامله المرحوم جلال اريطم ايوه تعبور سعيد اه لا جلال اريطم كان نادي الزمالي نادي الزمالي اه غير عزم اريطم لا عزم اريطم وفيه اه جلال اريطم جلال اريطم كان وكيل وزارة شابك دي صورة الوالد سنة اربعة وخمسين لما الترسانة اخدت كاس مصر اه فطبعا اه مراكز التدريب دي بتعتبر اللي هي بمسمى اليوم الاكاديميات بس هي كانت فرقة واحدة اه المشروع دوت عامله المرحوم جلال اريطم بحكم انه كان وكيل وزارة الشباب والرياضة وجات الظروف انه في التوقيت اللي كانوا تعاقدوا فيه مع ما يخرب من حوالي 15-16 مدرب يغسلافي اه اه لكل فرقة من فرق مصر اللي هي الدرجة الاولى هي الدرجة الاولى اه خلوا المدرب يبقى هو المشرف على مركز التدريب يباشر ايه يشوف بيشتغلوا ازاي كل اندية مصر كل اندية مصر مش نادي واحدة لا 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 كل اندية مصر فانحنا كان عندنا المدرب من المدربين يعني حظ التارسانة ان كان من افضل المدربين اللجوم في الفترة دي كان ماتيكالو ده كان ماتيكالو مستر ماتيكالو ماتيكالو كان هو المشرف على المركز التدريب يغسلافي يغسلافي هم كانوا 16 مدرب مدرب من يغسلافي يغسلافي كان ساعتها المدرب بياخد 180 جنيه كان ده سنة كم؟ سنة 64 اه تعجوز اواش ما بحكم من صغري وانا في النادي اه طبعا في النادي فالتاريخ معايا اه فكان النادي بيدفع اه 80 جنيه ووزارة الشباب والرياضة 100 جنيه عشان يطلعوا ناشئين عشان يطلعوا ناشئين ويبقى مسؤول عن الدرجة الاولى طبعا ده في المقام الاول ايه اه كان ساعتها الله يرحمه كابتن حمدي عفتاح كان كابتن النادي وكابتن مصر ومن عظام اللاعبين طبعا المهاجمين اللي يجOOOOن في تاريخ هو اللي كان لسا هو مبطل خلي مشرف على خلو هو المدرب كان هو مساعد للماتيكالو ومدرب لمركز التدريب طبعا هنا الظروف بتلعب معك دور كويس انها تساعدك طبعاً فأما يبقى فيها مدرب كبير زي ما تكالوا فيها لعيب كبير زي حمد عفتاح طبعاً وكان في نفس الوقت بقى كل مراكز التدريب ديت بيشرف عليها واحد مجري كان اسمه سابو سابو اه كان معروف سابو ده كان معروف لانه عاش في مصر كتير كان هو المشرف على مراكز التدريب دي كلها كل فترة يروح نادي في معادة التدريب ويتفرج عليهم ويتفرج على اللعيبة ويشوفهم ويدي إرشاداته والأمور دي كلها هستولي النسابه ده لأ هو أول واحد اكتشفك اه وبعدين بعدها حتى كان ساودة مقولة افتكرها وانا صغير يعني كان دايماً يوجهنا فبيقول ايه انا عايزك تحبوا الكورة وعشان تحبوا الكورة شوف لك كورة وانت ما تيجي تنم بالليل خدها حطها في حضنك عشان تبقى بفرد عشان تحس انك مرتبط بيها تحبك وتحبها باستمرار اه